معاناة نازحي العراق مستمرة منذ عدة سنوات في مخيمات بائسة في العراء وفي أطراف المدن حيث تفتقر هذه المخيمات التي تكتض بعشرات الآلاف من النازحين من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالا وكربلاء تفتقر لأبسط الشروط السلامة الصحية وسط مخاوف وتحذيرات متصاعدة من اقتحام وباء كورونا لهذه المخيمات وخوف آخر من مجاعة كبيرة هو نقص في المواد الغذائية بسبب حضر التجوال المفروض في العراق بسبب أزمة كورونا ورغم التحذيرات المحلية والدولية من خطورة وصول فيروس كورونا لهؤلاء النازحين إلا أن السلطات الحكومية في العراق ما زالت تهمل هذا الملف الإنساني البحت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أكدت أن مخيمات النازحين توشك أن تكون بؤرا لتفشي فيروس كورونا وهي بحاجة إلى تحرك حكومي عاجل قبل وقوع هذه الكارثة بالفعل أما مسؤول وزارة الهجرة والمهجرين فقد كشفوا عن قرارات حكومية مفاجئة عرقلت إعادة مئات العائلات إلى مدنهم في الموس الوديالة ونحية جرف الصخر بذريعة انتشار فيروس كورونا وحضر التجوال في العراق بعثة الأمم المتحدة إلى العراق يونامي أكدت هي الأخرى أن نازحي العراق ما زالوا يواجهون أزمات متوالدة بعضها تهدد حياتهم ومن أبرزها الآن وبا كورونا